ونصل إلى المتن الشمالي صورة هي كمان ثلاثية كتائب قوات وثورة ولكن إلى جانب كتائب قوات وثورة في عندك موقع أطشناك عندك موقع التيار الوطني الخر عندك موقع القوم السوري وعندك موقع كمان آل المر يعني ما بعرف إذا سيكون حفيد دولة الرئيس ميشيل المر ابن دولة الرئيس الياس المر هو المرشح فخلينا نبلش بين هوت تلاتي كتائب قوات ثورة مين برأيك الأقوى اليوم بالمتن؟ حكماً الكتائب حكماً الكتائب وبرأيك رح يكون سامي جميل اليوم نومبر وان مثل ما كان بالانتخابات الماضية رح يحافظ على هذا الرقم المتصدر أو هناك تراجع لا متصدر سامي جميل بس سامي جميل مضطر يقسم أصواته ما بعرف إذا تقسيمت أصوات سامي جميل بتخليه بالطليعة أهان ألا إذا بتجي بتشوفها كل أصوات الكتائب بتروح لسامي جميل كم حاصل للكتائب بيجيبوا بالمتن؟ لحد يطلق فيه اتنين اتنين؟ لحد هلأ؟ نعم ممكن يكون أكتر ممكن يكون أكتر ممكن يكون أكتر إذا تحالو فات يعني إذا رح الكتائب مع الثورة ممكن ياخدوا ثلاثة وإذا الكتائب مع القوات بياخدوا ثلاثة كمان بس بياخدوا اتنين كتائب واحد قوات سامي طبعا حكما يعني ما فيهم يجيبوا ثلاثة الكتائب ثلاثة كتائب ما فيهم يعني عطول حليفهم بدوا يقصمهم بالثالث إذا كان لابد من الثلاثة ثلاثة الكتائب إذا كان فيه ثورة بتشوف كيف بتكون تقسيمة إذا كان طبع الثورة يعني مرت الماضي على نكزة كان طلع الاستاذ مخايل الرموز كيف كان طلع لو ما يطلع الياس حنكش بأصوات عالي كان طلع الكاتوليكي للكتائب ما بارف إذا كان كتائب نعم أعرفت كيف بس حكما إذا كان القوات والكتائب بياخدوا ثلاث مقاعد يمكن ساعتها يمكن بياخدوا كسر أكبر ياس حنكش له حزوز إيه إذا مثل مرت الماضي حكما نقل له حزوز لياس حنكش نائب وسامي جميل نائب القوات بيحافظوا على نيبهم ولا لا القوات بيحافظوا على نيبهم بس ما نشوف مين نيبهم هالمرة مش قادي بيحافظوا على نيبهم مع تحالفات يعني القوات اللبنانية بدأ ترشح ناس على اللايحة لا يوصلوا على الحزوز مش قادي أبي الله ممكن يكون مرشح هالمرة شو معلومات يا قادي أبي الله معي الوزير مرحي مرياشي وزير السابق آه آه الثورة؟ عندك معلومات هاته؟ الثورة آه عندي معلومات؟ ما بارف طيب الثورة آه الثورة ما عندها حاصل بالمثن ولكن الثورة قد تعطي حاصل لحدا يعني مع مين بيتحالفوا بياخد كسر أكبر وبيعملوا سركيز سركيز؟ ما بارف إذا رح يترشح سركيز سركيز؟ بعد رح يجلل برأيه؟ في ناس بيجزموا لك أنه رح يترشح في ناس بيجزموا أنه ما رح يترشح صرنا ضيعين بموضوع سركيز سركيز ولكن وين ما بيروح سركيز سركيز يعطي قوة إضافية للليحة اللي بيروح على مشال المر يعني مشال الياس المر مشال الياس المر بيفتحوا مكانتهم آخر شهرين أو شهر ونص ودايماً بيكون عندهم قدرة تغيير بالانتخابات بالدنيا عملوا كمان مثل مرت الماضي يركبوا لايحة كبيرة بعد رحيل دولة الرئيس مشال المر يعني بغياب دولة الرئيس مشال المر هل بقي لآل المر نفس القدرة على التغيير بالمتن؟ بقيوا بيت المر رقم صعب بالمتن يابق تتحالف معه يابده هو يتحالف مع حداً حتى يوصل نايف بس بعدهم بنفس القوة رغم رحيل إذا مش بنفس القوة عندهم قوة تأثيرية كبرى مشال جابريال المر رح يترشح بالمتن؟ ما لمست هالشي عنده بمرحلة كان متحمس بس ما لمست انه عنده هالحماس انه يترشح هالمر ما حسيت انه بده يترشح ولا حسيته عن بعد العدة لا يترشح القوم السوري بعضه قوة تأثيرية وازنة بالمثال سيكون له نائب؟ تتحالف مع التيار الوطني الحر بشكل أو بآخر أو رح يكون له نائب مقنع مثل العادة إذا ما كان عنده ما بيقدر يعمل نائب ليس أبو صعب يعني من خلفية قومية النائب نبيل الأولى مرة معي هو عنده قال لي أنا من خلفية قومية يعني دائماً في نواب للتيار الوطني الحر من خلفية قومية سورية ممكن ولكن ليس أبو صعب اشتغل يعني بضمن إطار التيار الوطني الحر بشكل كامل وسيعاود ترشيحه كتيار الوطني الحر أنا برأيه لا يمكن لليس أبو صعب أن لا يترشح لا يترشح بده يترشح والحزب الأومي ما بيقدر يجيب نائب بس بيقدر يطلع نائب بالتحالف مع التيار الوطني الحر فبكون له حظوظ ليس أبو صعب؟ إذا ترشح أكيد له حظوظ لأنه سيحظى بأصواته اللي هو عنده إياه هون بأصوات أصدقاء القومية تشناك أين سيكون برأيك من التحالفات؟ أنا رأيه كمان تيار؟ ما أكيد بدي يكون تيار بعضهم هني بتحالف مع التيار الوطني الحر وما خرجوا من التكتل إلا بالاستشارات النيابية مظبوط يما لا بس تشناك بعضهم حليفه الأقرب هو التيار الوطني الحر مع كل علاقتهم بالرئيس سعد الحريري ومع كل علاقتهم بالأطراف الآخرين خلينا نروح على بيروت نعم ونرجع على الموضوع اللي حكيت عنه موضوع بولا يا عوبيان هو المقعد الوحيد الذي أغفقت فيه في الانتخابات الماضية نعم يعني الانتخابات الماضية صبت تقريبا معظم المقاعد إلا مقعد بولا أنت متوقعت نجاح بولا حتفقتهم بالتراتوبي وبعدد الأصوات مظبوط إلا بولا قلت وقته أنه مرح تنجح ونجح بولا هالمرة بولا ستنجح أو لن تنجح بولا ستنجح ستنجح وقادرة على أنه تعمل ليحة لوحدة بولا وبتنجح أنا عم بعطيك شغلة 100% أنا يعني أكيد منها لا لأنه انتضح لنا عدد المقترعين الأرمن بالدائرة الأولى وحكماً عم يتراجع هذا العدد كل يوم نحنا للأسف عم يفرغ لبنان من أهلو بأصوات مين طلعت بولا المرة الماضية ما طلعت بأصوات الأرمن طلعت بأصوات مين؟ الأرتودوكس المعارنة الكاتوليك بس طلعت بأصوات المسيحيين بولا يعني ما حقيا في المرة الماضية أنه بولا طلعت بأصوات كما قيل وقتها السنة وتحديداً عرب المسلخ وهذا الكلام كله 240 صوت بعتقد إذا بعدنا بتذكر منيح سنة لبولا ما طلعت بأصواتهم بولا عملت حملة كثير قوية وهي نجم يعني بولا ما بدها نجومية حتى تعمل اليوم كرست هذا الشيء عم تعمل خدمات بولا وموجودة على الأرض ناديم جميل وبدك ما تنسى يعني في قوة فاعلة اسمها حزب التشناك بالدائرة الأولى بعضهم موجود بس حزب التشناك ضد بولا طبعا ضد بولا بس موجود بقوة فاعلة قوية كثير صلبة ناديم جميل ناديم جميل بنا نشوف وين بديو يترشح هل بديو يترشح عليه حتى لوزيان بديو يترشح مع فرعون وين مع مين بديو يتحالف بس ناديم بعضهم موجود برأيك برأيك ناديم أو يمنى رح يترشحوا هالمرة ناديم أو يمنى أنا لأ برأيي ناديم رح يترشح حكما يمنى يحكى أنه هي مشروع مرشحة الأول حكى بكسروان بعدين حكى بزحلة وهلأ يحكى أنه ممكن تكون بالدائرة الأولى بالدائرة الأولى بالدائرة الأولى صح خصوصا أنه يحكى أنه ناديم راح يعني عم بيتابع أشغاله وأعماله بقطر خارج لبنان وما بقى أبدو مثل ما فهمت يعني أنه إذا عملت حلقة ناشحة يمنى على الام تي في من فترة ولكن مثل ما فهمت أنه إذا ناديم ما ترشح بتترشح يمنى ولكن ما رح يترشحه اثنان أكيد ما رح يترشحه طبعا بس لحد يتهلق ناديم هو المرشح بالدائرة الأولى من حظوظه أكتر برأيك في حل بين ناديم ويمنى من اليوم الشارع بيتعطف معه أكتر؟ مع بشير الممثل اليوم بصورة أقوى مع مين؟ مع يمنى أو مع ناديم يعني أنت أين بتشوف بشير اليوم أكتر؟ بتشوفه بناديم أو بتشوفه بيمنى؟ نحن لهلأ بنعمل فوكس جروبس يعني منجيب مجموعات ناس ونفتح لهم سجاة سياسة منقل لهم أن نصل على الأشرفية وساحل المتن والمتن الجنوبة من السياسة اللي يمثلكون بيردوا العالم بشير من يشبه بشير أكتر اليوم؟ ناديم أو يمنى؟ أنا برأيي يمنى يمنى؟ تراجع للتيار الوطني بالأشرفية؟ كبير كثير تراجع؟ نا القوية اللبنانية نفس الرقم يلي جابته في 2018 2018 بالاستطلاع المستقبل عندهم بهذه الدائرة؟ فيه مستقبل 1200 صوت 1500 صوت بس مش للمستقبل فيه سنة بالدائرة ولكن طيار مستقبل غير قابض عليهم ما بيقدر يعني كانت موغن هل سيتراجع المستقبل ببيروت؟ بدواير بيروت؟ المستقبل لا ما رح يتراجع بدواير بيروت حتى الآن أنا آخر دراسة من سبت شهر هلأ عم تطلع دراسة جديدة شفت أنه وضع المستقبل سليم مع أنه في وجود لفريق 17 من بيروت خرينا نروح على الجبل نعم عنا ويا مهار عنا الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي الحزب التقدمي الاشتراكي نعم بيحاول يستنهد الهمم إذا بدك نعم لأنه صار في فلو من طايف الدرزية على شيء اسمه ثورة أو فكرة الثورة طلال إرسلين تراجعت أصواته بحجم كبير بمرحلة رجع هلأ استردى زحلة نعم ميريام سكاف ميشيل ظاهر سيزار معلوف سيزار معلوف يعني مرة الماضي إجا تكملي للاقيحة القوات أردفها بمقعد ثاني كان عندهم واحد فاصلة واحد إجا سيزار المعلوف كمل كسر الحاصل عنده بعد وعنده نفس الشعبية سيزار المعلوف مخسر زلمة منهم ميريام سكاف إذا تحالفت مع تيار المستقبل مثل ما يحكى حكماً نائب رح بتكون إذا ما تحالفت مع تيار المستقبل بعد عندها نفس مشكلة 2018 قريبة من الحاصل بس ما بتوصل ليش تيار المستقبل تحديداً؟ لأنه هي عم تتفاوض معهم ومرت الماضي كانت عم تتفاوض معهم لو عرفت تتفاوض معهم مرت الماضي لو عرفت تدير المفاوضات كانت نائب بالبرلمان هي طلبت ثلاث مقاعد هنا عطوها مقعد حكماً ما رح يخدوها إذا طالبت ثلاث مقاعد لأنه لا تمثل ثلاث مقاعد هلأ قريبة من الحاصل ميريام سكيف ولكن ليس لديها حاصل ولن نكون لديها حاصل بدت تحالف قوي لتجيب حاصل ميشيل ظاهر؟ ميشيل ظاهر يحافظ على الجزء الأكبر من شعبيته ولكن بده تحالف قوي يعني بدنا نشوف تيار المستقبل مع مين بده يتفق؟ مع ميشيل ظاهر أو ميريام سكيف؟ هذا سيكون حاسم بالمعركة مرت الماضي يمشي مع تيار الوطني الحر؟ هلأ هالمرة ما رح يمشي مع تيار الوطني الحر؟ أكيد بدنا نشوف مين رح يروح مع تيار المستقبل هون خيار تيار المستقبل يصنع من نائب علما أنه في بيت سكيف بزحلة وقوتهم وفي ميشيل ظاهر أووته قوتان أساسيتان بدهم يعرفوا كيف بدهم يتحالفوا إذا تحالف ما فيهم يتحالفوا ميشيل مع ميريام؟ إذا تحالفوا ميشيل مع ميريام واحد عم بيقول للتاني كش ملك ما في كش ملك صعب كتير صعب كتير خاصة أنه في عرف أنه الكاتوليكة بيكون من قلب مدينة زحلة إجاء ميشيل ظاهر وكسر هالعرف وطلع هالمرة نائب زحلة من الفرزل مين؟ جورج عايس كمان طلع من خارج زحلة جورج عايس أكيد طلع من خارج زحلة ولكن جورج عايس هالمرة ولكن جورج عايس كان مرشع حزبة ميشيل ظاهر ما كان مرشع حزبة كان متحالف إجاء بدرце ما كان مرشع ه soundtrack كيف حزبة هذا المرة لكن القوات اللبنانية قريبة جدا من الحاصل ولكن بعد ماعندها حاصل بزحلة إلا لحد هلأ ماعندها حاصل قوات بزحلة أية ماعندها حاصل قوات أئي مثلا قوات مين اللي عنده حاصل محسوم بزحلة لطيار المستقبل عنده أكتر من حاصل حاصل وكسور ولكن طيار المستقبل الابقت القوة ماعندها حاصل بزحلة بعد الفاصل ماذا ينتظر ربيع الهبر من أسئلة محرشة وين الدائرة اللي رح تشهد أكبر تغيير كتير إسعى هذه المعركة نتابع ونصل إلى الجزء الأخير من حلقة الليلة كما أذكر هي حلقة انتخابية بامتياز ودائما عبر صوت بيروت واللبيشي انترناشنل مع ضيفي ربيع الهبر وعندي إلك بعض سؤالين فسؤال أنت حكيت عن أبطال تسونامي تحدثت من فترة عن أبطال تسونامي مين هني أبطال تسونامي اللي حكيت عنهم نحنا جايين على مرحلة أنا برأيها الانتخابات التاريخية ما رح نشوف مثلا بحياتنا يعني بكل اللي مرأ على لبنان من انتخابات 2005 أبطال تسونامي في شي اسمه 17-20 بكل منطقة يعني هلأ كنت عم تسألني عن زحلة زحلة ما في حواصل لكل الأطراف أنا خايف من شغلة كتير كبيرة أنه طيار المستقبل يكون هو الوحيد يلي بده يربح بزحلة أنا بتصور القوات اللبنانية بترجع بتجيب ناية سؤال إلي ماروني كنت بتقسألك عنه عنده حظوص كمرشح كتائبة لا بستبعد ما فيه بستبعد ما فيه هالعدد الأصوات الكافية بحزب الكتائب يكبع إلي ماروني لحتى يقطع بالبرسنتجز أنا أرجع على تسونامي اي يعني أنا هون لأقول لك من شو خايف لأنه افترض القوات اللبنانية ما تمثلت بزحلة مع أنه أنا عندي أنا عنه هنه قرابة من الحاصل بيجند في التحالفات بسيطة بياخدوا الحاصل بزحلة بس إذا ما أخدوا حاصل القوات بتعرف أنه تيار المستقبل بياخد كل المقاعد بترجع بتتوزع المقاعد على الليحة الربحانة أو إذا بس لايحتان حزب الله والمستقبل أخدوا مقاعد بيرجع بتوزع عليهم المقاعد على اتنان هيدا شكل من أشكال تسونامي شكل آخر من أشكال تسونامي تقع بكرة طلع واحد من جمهور الثورة وعملوا ناجم دغري وبيه مومنتم معين ادعموا مظبوط بالإعلام وهيدا بنعمل تسونامي هيدا لأصدتو نعم السؤال الأخير خريطة دوائر الانتخابية بحسب قانوني لألفين وسبعة تحش طيب طيب فنختم فيها هاي إذا بدك هايك روح على السريع ايه جبل لبنان الأولى شكلها متل شكلها مرة الماضي تقريباً يعني عم بحكي عن كسروان جبال المعركة على المقعد الخامس بكسروان على المقعد الخامس نعم تنوفر عليك نعم وين الدائرة اللي رح تشهد أكبر تغيير زحلة زحلة فيها معركة آسيا جداً رح بكون فيها تغيير رح تشوف زحلة جديدة إذا بدك كمان بعبدة فيها تغيير أن الطيار الوطني الحر رح يفقد مقعد من مقعده بهذه الدائرة يمكن رح بكون فيه مقعد لجمهور الثورة ببعبدة؟ وينما كان بشوف مقعد لجمهور الثورة؟ مع أنه في قوى قوية جداً ببعبدة يعني إن كان السنائي الشيعي وإن كان طيار الوطني الحر طيار الوطني الحر صار عادي جداً قوتوا ببعبدة طيار أبو عاصي بحافظ على مقعده ببعبدة؟ لا حديث هلأ ما عندهم حاصل القوات اللبنانية ببعبدة بس بيتحالفوا بجيبوا حاصل يعني هنه بيقرب بكل المناطق عم يتحالف المرات الماضية مرات الماضية ما تحالفوا مع أحداً بقتها تطلعوا واحداً وجايروا أصواتهم كلها لا بيرق بعاصي إذا بدك شوفوا عليه هاي معركة آسية كمان فيها كتير قوى كتير آسية هاي دي المعركة الطيار الوطني الحر موجود وعنده حواصل القوات اللبنانية موجودة وعندها حواصل ومحافظة كتير عوضعيتها السابقة بشوف بعلاي شوية متراجعين الحزب التقدم الاشتراكي محافظ عوضعيتهم مع تسجيل تراجع لمسرحة الثورة حزب الله موجود بقرة علي الشعية بألف صوت تيار المستقبل موجود كمان بإقليم الخروب عكار أكيد القوات اللبنانية ما بيطلع لها مقعد إلا إذا تحالفت مع تيار المستقبل تيار وطني الحر تيار وطني الحر عنده حلفان لازم يعملون واحد مع القومة وحلفتان مع العلوة القوة إذا ما عمل هيك كمان ما بيطلع له مقعد تيار المستقبل مرتاح وفي وجود لبهاء الحريرة وفي وجود للثورة نعم ما بدي أفصل بهاء الحريرة عن الثورة لأنه جاي ضمن هايدي التركيبة رشاية اللبقاء على الغربة منطقة فيها معركة كثير قاسة هالمرة في نجم طبع هايدي المنطقة هو جمهور 17 شنين هو نجم المنطقة جنوب ما كثير بعد بعرف لأنه ما وصلت بالدراسات لهونيك ولكن بعتقد أنه ما رح يكون في تغيير ربيع الهبر أنا بدي أتشكرك أنا بدي أتشكرك عمالنا جولي قبل بوقت عما ينتظر الدوائر الانتخابية والمواطن اللبناني نحنا بنحب نقول لكل اللي عم بيشاهدونا الليلة خلاصكن وحيد كل اللي وصلنا له بهيدا البلد هو سببه هايدي اللحظة اللي بتروحوا بتحطوا فيها الورقة بالسندوقة هايدي اللحظة اللي ممكن تخضعوا فيها لعدد من التأثيرات الكبيرة البعض منكم بيخضعوا على تأثير مالي ويمكن هو بيأمس الحاجة لأله البعض الآخر بيخضعوا على تأثيرات سياسية وحزبية وعائلية البعض الآخر يمكن بيخضعوا على تأثيرات مذهبية وطائفية وشعارات بحب بس ذكركم انه هايدي اللحظة هي اللي بتقرر على المستوى العام يا تعيشوا بكرمتكن وبعيدا عن الزل وبعيدا عن الآخر وبعيدا عن الفقر وبعيدا عن الظلم وبعيدا عن جعلكم شعوب مستعبدة او بتكونوا بهيدي اللحظة جددتوا أربع سنين لناس وصلوكن لللي انتوا اليوم فيه تصبحوا على خير